ذا هيل تقول شهر حزيران حاسم في دور أمريكا العالمي ونظرة الدول لها كيف ولماذا نشر موقع ذا هيل مقالا لسايمون هندرسون الخبير بشؤون النفط والطاقة قال فيه إن أسعار النفط وسياسة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على بداية الصيف في أمريكا وقال الكاتب نحن في أسبوع مهم بشكل محتمل في تحركات سوق النفط ففي الوقت احتفل فيه الأمريكيون بيوم الذكرى أي تذكر الجنود الذين سقطوا أثناء الخدمة في الجيش الأمريكي ووصول الصيف وإن بشكل غير رسمي إلا أن أسعار النفط تواصل الارتفاع إلى 120 دولار للبرميل وتفيد التقارير أن الأسعار في محطات الوقود لا تنعكس نقصا في الرحلات على الشوارع أو يظهرون بمظهر الثري الذي لا تهمه الأسعار فهناك عوامل وعدة تلعب دورا في أسعار النفط ومن التعجل التفكير أنها لن ترتفع